هذا هو البوكسايت الصخري المادة الخام لإنتاج الألومنيوم هنا في منجم البعيثة الذي تشرف وتقوم بتنفيذ شركة معادن طبعا اليوم هذا المنجم الذي نشاهد خلفي وكذلك أيضا القطار الذي خصص لنقل هذه المادة الخام يتوفر فيه احتياطي يزيد عن 233 مليون طن متري على مساحة مرخصة تتجاوز 147 كيلو متر طبعا هذا المنجم أيضا يمتد عمر التعدين فيه إلى ما يزيد عن 38 عاما اليوم السعودية من خلال هذا المنجم استطاعت كما ذكرت إنتاج ما يزيد عن 4 ملايين طن سنويا من مادة البوكسايت الخام التي نشاهد الآن والتي تحملها هذه العربات وهو قطار خصص كما ذكرت عليه أو يحتوي على 130 عربة كل عربة تستطيع أن حمل أكثر من 100 طن أي نحن نتحدث عن 10 ألاف طن يوميا يتم نقلها من عبر هذا القطار طبعا هناك مراحل وهناك أيضا عدة قطارات تنقل مادة هذه الخام لا ننسى أيضا أن هناك ريبوت يعمل على التأكد وكذلك أيضا حمل المادة الزائدة من مادة البوكسايت عند زيادة وزن هذا البوكسايت عن العربة المحمولة أي أن هذا الريبوت الذي يعمل تقنيا وأيضا يتوفر به تقنيا في هذا المنجم خصصا من أجل نقل هذه المادة الخامة التي تذهب إلى رأس الخير ليتم بعد ذلك عملية التصنيع ويخرج بمنتجه النهائي وهو الألمونيوم الذي يتم الاستفادة منه محليا وكذلك يصدر من إلى الخارج بشكل كبير في صناعات متعددة هذا المعدن اليوم الذي يأتي ثانيا بعد الحديد ويأتي أيضا في مقدمة المعدن اليوم السعودية تهتم بهذا المعدن وكذلك أيضا تهتم بجانب هذا المعدن الكوادر البشرية التي تعمل على تكسير وأيضا متابعة مراحل التقنية من أجل وصول هذه المادة الخام وهي البوكسايت إلى رأس الخير وكذلك إلى مراحل العمليات التصنيعية التي تظهر بأشكال متعددة طبعا هناك في الجهة الأخرى وهي صور خاصة الآن تبثوة العربية لمنطقة المساندة وكذلك منطقة الأعمال داخل هذا المنجم هذا المنجم الذي كما ذكرنا أنه يتجاوز الاحتياط فيه أكثر من 233 مليون طن يحتاج إلى كوادر بشرية اليوم عملية التوطين للكوادر البشرية وصلت إلى أكثر من 90% من الكوادر البشرية التي تعمل في هذا المنجم وهو يعتبر واحد من المناجم الموجود في المنطقة الوسطى وتحديدا شمال منطقة القصيم أي يعني نحن نتحدث عن قرابة الأربعمائة كيلو متر مسافة عن وسط العاصمة السعودية الرياض أو العاصمة السعودية الرياض طبعا هذه المسافة أو هذا القطار سوف يعبر الآن أو هو الآن يقوم بالسير في خطواته النهائية ونشاهده الآن هو يتحرك باتجاه رأس الخير ليتم نقل هذه المادة ومادة البوكسايت بعد أن تم تكسيرها بشكلها النهائي إلى رأس الخير في المنطقة الصناعية هناك ليتم أيضا دخولها في مراحل الأخيرة لتخرجها كمادة ألمنيوم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات